أحلى حاجة في وصفة النهاردة إن هي سهلة وسريعة ومش هتوقفك كتير في المنبخ دايماً بعملها لما بكون مستعجلة ومش عاوزة اللحمة تغيب معايا في السواء هقولك على كام تكة كده جداً لصوص اللحمة خطير استيك اللحمة على طريقتي الخاصة جداً لو جربتوه هيعجبك قوي أنا رضو أصراج لو أول مرة تنوروني في قناتي واعتنسوا اللايك والشير لو أعجبك الفيديو يلا بقى قبل ما نبتدي حلقة النهاردة المميزة دي ياريت نصلي على الرسول في الأول ونشوف المقدير والطريقة مع بعض عندي كيلو من اللحمة متقطع شرايح رؤياء أنا كنت عامله بفتيك بس في اليوم ده الحقيقة أنا كنت مستعجلة وعاوزة وصفة تكون سريعة لسه بقى هتبل وغضيف اللحمة في البقسمات وأقلي وكل الخطوات الكتير دي فارحت جاي بطاسة نزلت فيها بمعلقتين كبار من الزبدة أو السمنة وبدأت نزل بشرايح اللحمة والنار في الأول تكون عليها أول لما تشد معاك اللحمة تقليبي على الاتجاه التاني هتلاحظوا أن هي بدأت تخش في السواء ولون هيغير طبعا ما بنزلش بالكمية كل عام هنتاخر بقى الحب الأولانين على جام مش محتاجة بقى أضيف في سيرفيز ونعمل مواعين كتير وننزل بالمتبقي من شرايح اللحمة زي ما قلتلكم لازم النار تكون عالية واللحمة تنزل كده مفرودة هتشد بقى معاكي على النار اللي بي على الاتجاه التاني لحد لما كل اللحمة لون هيغير وتخش في السواء زي ما أنتوا شايفين كده هتنزل كمية ميا أو سائل ملاحظين طبعا في الكاميرا هتشربه وهتستوي فيه بعد كده هنخلي النار هادية وهنكون مجهزين كتعة فايل أو غطى محكم ونكمل بقى عليها ونسيبها تشرب كمية الميا دي وتكمل سويها وفتصة تانية عشان ننجز ضفت شوية زيت وقطعت كمية بصل حلوين جوليان عشان أكرمله عاوز أقول لكم كرملت البصل ودي التكة الجديدة والأضافة الجميلة على اللحمة بيخلي طعم الصوص فضيع برضو الفلفل إضافة جديدة برضو من عندي أطعت قرنين من الفلفل الرومي أو الحار زي ما تحبه بيخلي طعمه برضو طحفة اللي بيبقى البصل مع الفلفل لحد لما يتكرمل وياخد اللون العسلي الجميل ويدبل والفلفل ياخد برضو من طعم البصل المتكرمل الحلو ده وكانت اللحم خلاص استوت معي بس يعني فضلها حكا بسيطة هننزل بقى على وجه اللحمة بالبصل المتكرمل والفلفل وكنت هرسة 3 فصوص من التوم الكبار على كيلو اللحمة وفرم ناعم برضو إضافة التوم على ستيك اللحمة بيخلي طعمه فضيع مش هتقلبي بقى كتير هتسيبي البصل في الأول على وجه اللحمة هننزل بالبغرات رشة بسيطة من الفلفل الأسود وبغرات اللحمة والسكر يزبط الطعم وتصرع في السوى وبرضو حاجة بسيطة خالص من جسط الطيب أو القرفة زي ما تحبوه مع لقتين كبار من السياسوس أو ديبس الرومان وكنت مجاهزة في الكتل ماية مغلية هننزل بكوباية واحدة عشان بس تأساعد إن البصل يدبل معي وإيه وياخد كده من طعمه بعض ويكون اللحمة ليها سوس خصير لأن قريدي اللحمة كانت شربت كمية السائل النزل منها فأضافة المية مهم جدا ما بنضفش ملح نهائي زي ما احنا متعودين في اللحوم غربها تلسوا برضو المية لازم تكون مغلية مش من الحلفية عشان ما تغيبش معاكي وتلاقيها بتشد هنغطي بقى عليها وتكمل سواها ندي بقى تقليبة حلوة فوضل عليها حاجة بسيطة خالص إن هي متقطعة شرية حروق أيقة فمش هتغيب معاكي أنا بس محتاجة البصل يدوب أكتر من كده والصوص يبقى قوامه أتقل هندي بقى تقليبة ونغطي عليها لحد لما تكمل سواها والنار بتاعتك تكون مش عالي قوي بعد كده هنشوفها هنلاقيها استوت وخطيرة بجد راحتها كانت قلبة تانية هي طريقتها جديدة ومختلفة شوية يمكن أول مرة تشوفوها دي طريقتي دايما زي ما انتم عارفين أنا بحب ابتكر كده عكس الطرق المعتادة بس أنا عاوزاكوا تجربوا الصوص بتاع اللحمة بالطريقة دي روعة في الآخر هننزل بشوية ملح ونزبطه طبعا بعد لما استوت ملاحظين بقى اللمعة والبصل خلاص كان داب كله ياخد من طعم بعض والصوص فضيع عاوزة بقى تعلل تستا أكتر هتضيفي قطعة فحم وتكمري عليها وكلي أحلى استيك لحمة بصوص البصل خطيرة بس أنا الحقيقة في اليوم دا ما كانش عندي فحم فانزلت بالكمية كلها في سرفيز عشان أوريكو الصوص واللمعة الخطيرة اللي في اللحمة جوثي جدا وطرية على فكرة لو مش حابين الرز كلوها بالعيش مع شوية صلاة خضرة وبألف هنة ولا محتاجة بقى تطبخي جنبها حاجة وصفة سهلة وسريعة وطعمها فضيع لازم تجربوها ما تنسوناش في لايك والشير لو الفيديو عجبكو والاشتراك في قناتي على اليوتيوب باسمت بخرط وسرق ان شاء الله مستنية تعليقاتكو في وصفة النهاردة انتظروني في حلقات جاية كتير والسلام عليكم